تقص الصيف الحار مع انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتأخر صرف المرتبات هكذا يستقبل سكان العاصمة المؤقتة عدن شهر رمضان المبارك هذا العام ما يزيد من هذه المعاناة مجتمعة هو انتشار أخبار فيروس كورونا الذي بات يشكل قلقا على اليمنيين كغيرهم من دول العالم نزول رقابة على المواد الغذائية اللي يستفيد منها الشعب أما الشعب كل مساعة يشو هذا نزلوا لنا هنا منع التزحهم قفلوا علينا المساقد قفلوا علينا حقات كثيرة والأهم والأصار أنه يعني المواد الغذائية كله الشعب يتمناها الرواتين بش موجودة يعني كيف الأسر بتعيش يعني شو الصلوح حالة اليمنيين لإيش يعني هذا الرمضان هذا الرمضان الله وعلم إيش اللي بيستوي يعني من الأسر كثير البعض مني باته خريق إن كانت شحات واللي هو عزيز نفسه بيقليس ببيوته لما يموت من القوع يعني عالمنا كمين نشتيه واحد كده مسؤول يحوش بالمواطنين يحوش بنا حنا يشعر يتكلم يقول يا أخي أنا علي مسؤولية لدي الناس مش مسؤولية لأقول أهلاك أنا أتكلم على أي مسؤول عنده دا يا أخي اليوم نحنا بالأرض بقرب التراب ما أقول يا مسائل نحنا أنتم كبار عقال الدنيا فانية المواطنون هنا بين تخوف من الجائحة وبين رغبة في أداء التقوص الدينية والتقاليد الاجتماعية الخاصة بهذا الشهر لكن ورغم إغلاق معظم محال المدينة وحظر تجول بعد الثامنة مساء كتدابير للتباعد الاجتماعي في مواجهة الفيروس إلا أن بعض الأسواق الشعبية ما تزال تمارس عملها بشكل طبيعي في استقبال زبائنها لشراء الاحتياجات الرمضانية طبعا نشوف أنا أقول لك أهل عدن استقبلوا الرمضان كان أول استقبلوا بفرحة أو بوضع كان مستمد وكانت الدنيا بخير الآن الوضع تغير معاك قينا على وضع حرب وخارقنا الآن على وضع يعني ما فيش رواتب قلت الرواتب وقد دخلنا الآن على وضع ثاني اسمه وضع مرض الكورونا لأن قلت الأمور هذه حتى الأشغال قلت بكثرة ترتسم البهجة على وجوه أبناء عدن بهذه المناسبة التي يعدونها تقصا سنويا روحيا واجتماعيا ورغم كل ما يمرون به من صعوبات إلا أنهم يقاومون التحديات بالمزيد من الإصرار والعمل بعزمة أكبر يستقبل المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن شهر رمضان المبارك هذا العام بجملة من المعوقات جعلت الحياة أصعب إضافة إلى خطر فيروس كورونا والخوف الذي سببه في المدينة فهل تجد السلطات المعنية حلا نهائيا يقضي على مسلسل المعاناة في المدينة حني الجمال بلقيس عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر